نظم نادي فيكتورا بالتعاون مع رابطة جميلة للتايكوندو بطولة التحدي للأطفال في رياضة التايكوندو أهلاً حسن المكاوي 51 طبلاً من هواتي ومحبي رياضة التايكوندو ممن تتراوح أعمارهم فيما بين سن الخامسة وحتى الخامسة عشر هم من شاركوا في الدورة الأولى لبطولة التحدي للأطفال حيث تم تقسيم الأطفال إلى سبعة فرق بمسميات الدول وحوض المنافسات على حسب الأعمار السنية في ثلاث فئات وتنوعات المنافسات القتالية في هذه الدورة بدءاً بالقتال الإنفرادي والجماعي في شكل فرق المنافسات القتالية أتاحت الفرصة أمام الأطفال لكي يظهروا مهاراتهم الفنية في اللعبة ليوحي المشهد بمستقبل مضيء لرياضة احتكاك القتالي هذه كما أن الدورة الأولى لبطولة التحدي للأطفال كانت شهيدة على عروض الفنون القتالية الوهمية المتصفة بالتركيز والدقة والثبات والمعروفة في عالم التكواندو بالبمزات رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مامادو أبدون أفاد في كلمته بهذه المناسبة بأن الهدف من هذه البطولة هو متابعة وتشجيع الأطفال وتاهيلهم وتطوير مهاراتهم الفنية لنهضة رياضة التكواندو تشاديا أما رئيسه ومؤسس نادي فيكتوار للتكواندو المعلم جندومي كيم روجير أشار في حديثه إلى أن فكرة إنشاء فريق فيكتوار قلوب للتكواندو جاءت من أجل أن تجمع بين الشباب والصغر للتضامن والوحدة وتطوير رياضة التكواندو على مستوى البلاد وانتهت فعاليات البطولة بتخديم ميداليات للمقاتلين الذين توجو في هذه الدورة من بطولة التحدي للأطفال لرياضة التكواندو بهذا التقرير يغضي أن نهي معكم هذه النشرة هدونتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله شكرا